خلافات عميقة بين الأطراف الليبية تلقي بظلالها على الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومدى قانونيتها فعلى الرغم من اعتماد المفواضية العليا للانتخابات على القانونين الصادرين عن مجلس النواب الليبي فإن الرفض لا يزال مستمرا من قبل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي ما ينفك يبدي معارضته إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي قانون عدل أكثر من مرة لملاءمته لأشخاص ولأبعاد أشخاص آخرين بالتالي نحن نعتقد اعتقادا جازما أن إذا كانت البدايات معوجة فالنهايات ستكون غير سليمة وسينهر البناء يمثل قانون الانتخابات في ليبيا مشكلة جوهرية خصوصا إذا ما تم قبول الدعوة القضائية التي تقدم بها رئيس مجلس الدولة خالد المشري للطعن في دستورية قانون الانتخابات الرئاسية مع بقاء احتمالية الطعن مطروحة حتى في حال إنجاز الانتخابات نحن التجأنا للقضاء ومشينا للدائرة الدستورية المغلقة وقدمنا فيها طعن والأخوة بارك الله فيهم طعنين واحد في الدائرة الإدارية في الزاوية واحد الآن نشكر الأستاذ بلقاسم والدبرز والأستاذ أحمد يعقوب قدموا أيضا طعن في الدائرة القضاء الإداري نحن ماشيين في القضاء ونحن ندافع على حقوق وندافع على الإعلان الدستوري أنا مستغرب 61 مرشح منهم على أقل تقدير 30 اشتغلوا وظائف عامة سيادية في الدولة بالرغم من العقابات التي تواجه مصار الانتخابات في ليبيا وليس آخرها استقالة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يانكوبش أمس الثلاثاء إلا أن هناك مؤشرات ربما تعزز بشكل أكبر احتمالية إجرائها في موعدها المحدد لعل أبرزها استمرار التحضيرات اللوجستية استعدادا لعملية التصويت فضلا عن الضغوط الدولية الأمريكية والأوروبية بالأساس والأممية والتي ربما تمثل مؤشرا آخر بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها ترجمة نانسي قنقر